اهلا وسهلا بكم في المحاضرة العاشرة والاخيرة من دورة تعليم برنامج اكسل المستوى المتقدم هذه المحاضرة ستكون مخصصة لعمل كشف الرواتب البسيط طبعا هذا هو كشف الرواتب لمؤسسة بسيطة وان شاء الله في المستوى الاحترافي ستكون لنا وقفة مع عمل كشف الرواتب الاحترافي باذنه تعالى طبعا عندنا هذه الموظفين رح نملي المعلومات البيانات الخاصة بهم وسنضع المخصصات والاستقطاعات لاجاد صافي الراتب طبعا عادة ما يكون قيمة عامة تسمى الراتب الاسمي وهذه القيمة تكون ثابتة في بعض الاحيان للجميع أو في بعض الاحيان تكون حسب امتيازات معينة يكون قيمتها مختلفة مثلا سنفرض انه قيمة الراتب الاسمي 250 الف دينار وطبعا نعمل هاندل رح يكون الهاندل للكل بحيث انه تكون هذه القيمة ثابتة الحالة الزوجية سنعمل قائمة منسدلة للحالة الزوجية رح نحدد هذه الخلايا رح نحدد هذه الخلايا ونروح على قائمة بيانات ومن ثم التحقق من صحة البيانات وطبعا رح نختار قائمة ومن المصدر رح نكتب اعزب وطبعا هذه القائمة المسدلة تم شرحها في المحاضرات السابقة بالتفصيل الممل وطبعا رح تكون عندنا اعزب ومتزوج طبعا ممكن انه نحذف هذه القوتيشن مارك ممكن انه تكون خالية من الكوتيشن مارك طبعا مثلا احمد علي اعزب ايات مثلا متزوجة محمد جليل مثلا متزوج باسم عزب واحمد ناظم متزوج طبعا المخصصات الزوجية عادة ما تكون خمسين الف لكل شخص وطبعا تكون ثابتة في بعض الاحيان وفي اغلب الاحيان تكون خمسين الف نكتب خمسين الف للمتزوج وغير متزوج رح يكون صفر هنا رح يكون خمسين الف وعثين ثلاثة صفر جيد ممكن انه هذه نسويها بدالة F حتى تكون ديناميكية اكثر نحدد هذا الخلية ونروح على صياغ ومن ثم نروح على منطقي ونختار F رح يكون الشرط إذا كانت الحالة الزوجية تساوي متزوج ممكن انه نغير عربي متزوج إذا كانت الحالة الزوجية تكون متزوج رح تكون القيمة خمسين الف وإذا كانت أعزب رح يحصل على صفر وموافق طبعا ونسوي هاندل مثل ما اللاهظ رح تطينا الدالة نديجة بشكل أوتوماتيك عدد الأطفال طبعا رح يكون هنا صفر بما أنه أعزب مثلا هنا آيات أدهى مثلا طفلين محمد جليل طفل وهنا رح يكون صفر باسم أحمد ناظم 2 طبعا في أغلب الأحيان تكون مخصصات الأطفال مقطوعة اللي هي مثلا عشرة آلاف لكل طفل فرح نطلع المخصصات بشكل بشكل دايناميك رح نحدد هذه الخلية ونضغط على يساوي ونحدد عدد الأطفال في عشرة آلاف لكل طفل ومن ثم انتر هنا صفر لأنه عندنا صفر من الأطفال طبعا نسوي هاندل للبقية ورح نلاحظ أن البرنامج رح يحتسب لنا المخصصات بشكل أوتوماتيك التاريخ المباشرة مثلا واحد مثلا واحد الفين وثمع عشر اثنين ثلاثة الفين مثلا اثنين وعشرين خمسة الف وتسعمية او 225 الف وتسعمية وتسعة وتسعين باسم مثلا اربعة عشر سبعة الفين وحداعش احمد مثلا اه خمسة ثلاثة الفين وسبعة عشر حتى نحسب الخدمة عندنا دالة اللي هي دبل اير طبعا نحدد خلية الخدمة ونضغط في هذا المكان يساوي ورح تكون الدالة اير طبعا أيضا تم شرح حساب الخدمة في المحاضرات السابقة طبعا نضغط على today طبعا رح نكتب الدالة today اللي هي تاريخ اليوم t o d ونغلق القوس الخاص بtoday والقوس الخاص بير ومن ثم ناقصا يير ايضا وتاريخ المباشرة نغلق القوس ومن ثم موافق نلاحظ ان الخدمة راح تكون بشكل تاريخ طبعا حتى نحولها الى رقم نروح على الصفحة الرئيسية ومن التاريخ نختار عام هنا الخدمة 6 سنوات طبعا نسوي handle راح تطلع عنا البيانات طبعا هنا عدنا مشكلة اللي هي نقص slash تمام جدا مخصصات الخدمة ايضا في اغلب الشركات تكون مقطوعة مثلا 20 الف لكل سنة فرح يكون هنا يساوي 20 الف في عدد سنوات الخدمة ومن ثم enter وطبعا راح نضغط على handle حتى نحسب سنوات الخدمة عدد ايام الغياب مثلا عدنا هنا صفر غياب اهنانا مثلا عدنا واحد اهنانا ثنين اهنانا صفر واهنانا صفر مثلا عدنا 25 الف استقطاع لكل واحد غياب فرح يكون يساوي و عدد ايام الغياب في 25 الف ومن ثم enter راح تطلع عنا هنا القيمة صفر لان ماكو عدنا غياب واهنان راح نسوي handle حتى تطلع البقية ممكن هذا العمود يحذف واهنانا طبعا قيمة الغياب تكون او استقطاع الغياب استقطاع الغياب بشكل مباشر مثلا عدنا استقطاع تقاعد 10% من الراتب الاسمي حتى نحسب النسبة المئوية نضغط على يساوي نكتب النسبة المئوية اللي هي 10% طبعا 10% لازم لها علامة بالمئة اللي هي شفته 5 ونضرب في الراتب الاسمي نحدد الراتب الاسمي نضع بي الماوس نذهب الى البداية هذا الراتب الاسمي مثل ما نلاحظ 10% النسبة المئوية في الراتب الاسمي enter وبالتالي راح نسوي هاندل حتى يحتسب لنا قيمة التقاعد مجموعة المخصصات بالبداية خلي نشوف انه شكو عدنا مخصص راح نلونه بلون اخضر واذا عدنا استقطاع راح يكون باللون الاحمر حتى نميزه مثلا عدنا هنا الراتب الاسمي راح يكون مخصص ممكن انه ننطي الاخضر الفاتح ممكن هذا اللون عدنا مخصصات زوجية ايضا راح يكون بالاخضر الفاتح مخصصات الاطفال ايضا باللون الاخضر وعدنا هنا مخصصات الخدمة ايضا راح يكون باللون الاخضر وطبعا عدنا هنا استقطاع الغياب راح يكون باللون الاحمر الفاتح هذا اللون وايضا التقاعد راح يكون باللون الاحمر راح نجي نجمع المخصصات اللي هي باللون الاخضر في هذه الخانة حتى نجمع المجموع الصافي المخصصات يساوي نحدد المخصص الأول ومن ثم علامة زائد المخصص الثاني ومن ثم علامة زائد والمخصص الثالث وعلامة زائد والمخصص الرابع ومن ثم انتر نلاحظ أنه مجموع المخصصات اللي هو 370 ألف طبعا ننسوي هاندل حتى تجري المخصصات بشكل جيد نعمل هاندل حتى نجد باقي المخصصات للمنتسبين صافي الراتب يساوي أنه مجموع المخصصات اللي هو راح يكون أيضا باللون الأخضر بهذا اللون مثلا صافي الراتب يساوي مجموع المخصصات ناقصا مجموع الاستقطاعات طبعا هنا عندنا كم استقطاع عندنا اثنين ممكن أن نسوي عمود ونجمع بي الاستقطاعات وممكن أنه نطرحن بشكل مباشر من المجموع الكلي فيساوي مجموع المخصصات ناقصا مجموع الاستقطاعات اللي هو هذا الاستقطاع ناقصا الاستقطاع الثاني ومن ثم موافق أو انتر ونجري الهاندل راح يصبح لنا الراتب الكلي بشكل كامل طبعا ممكن انه تعيدون المحاضرة مرة او مرتين او ثلاثة حتى تفتهموها بشكل جيد طبعا المحاضرة جدا سهلة فقط تحتاج الى الممارسة وتحتاج الى التركيز في الشرح نلتقيكم ان شاء الله في دورات قادمة وقريبا جدا ان شاء الله في المستوى الاحترافي من دورة اكسل باذنه تعالى اشتركوا في القناة